من بعد النتائج ومن بعد الاهداف نتابع مع حضراتكم جدول ترتيب الدوري المصري بعد الجولة دي تحديدا وبعد هذا الكم من الاهداف الاهلي مازال متربعا على الصدارة منفردا بعد 12 مباراة بيتمكن من حصد 30 نقطة بفوز 9 لقاءات و3 تعادلات بيجي فيوتشر في المركز الثاني ومعاه من النقاط 26 بفوز في 7 لقاءات وتعادل في 5 مباراة ولكنه لم يخسر الى الان اي لقاء زيه زي الاهلي الزمالك في المركز الثالث معه 25 نقطة ب7 مكاسب و4 تعادلات وخسارة وحيدة اما بيرامد زفاعة في المركز الرابع ب23 نقطة للتحاد السكندري 5 ب18 نقطة غزل المحلة 9 ب18 نقطة سادس اسف ب13 المصري في المركز السابع ب17 نقطة سيراميكا كليوباترا في المركز الثامن ب15 نقطة نفس الرصيد من النقاط سيراميكا كليوباترا في المركز الثامن ب15 نقطة أسوان في المركز التاسع ب15 نقطة وكواس بجيبوها لي كده قريبا جماعة يكون بارك لي فيكم المولين العرب في المركز العاشر ب15 نقطة طلع الجيش في المركز ال11 ب13 نقطة والبنك الآلي في المركز ال12 بعشر نقاط سموحة في المركز الثالثاشر بنفس الرصيد من النقاط ابي في المركز ال14 أيضا بعشر نقاط يتشارك كل من فاركو والدخلية فيه النقاط التسع في المراكز ال15 وال16 أما الإسماعيلي وحرس الحدود فلكلا هما سبع نقاط في المراكز 17 و18 على الترتيب